الآن تشاهدون النمو والنجاح ازدهار مسمى رائع كله أمل وتفاؤل ونجاح وعلى فكرة هو اسم مشروع ملاق بجد بتنفزه غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الجي آي زد اللي بتمثل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية وتحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وهدفه دعم كل مصانع الصناعات الغذائية المتعصطة والصغيرة ومساعدتها على النمو والنجاح باختصار عندك منشأة للصناعات الغذائية وعايز مستشار أمين لك يحدد لك وضع شركتك الحقيقي ونقاط الضعف فيها وازاي تخلي منتجك مطلوب في مصر والعالم وتفتح أسواق جديدة لنفسك وتعد استراتيجية متكملة للعمل وكمان تدرب عملتك وترفع كفايتها وتشارك في المعارض السنوية المهمة للصناعات الغذائية يبقى لازم فورا تنضم لمشروع ازدهار والنجاح في مساعدة حوالي 100 مصنع مصري على النجاح والنمو وهيبدأ دورته الخامسة أول أغسطس المقبل وكل خدماته الاستشارية المهمة جدا مجانا وعلى فكرة شروط الانضمام لمشروع ازدهار واضحة ومحددة جدا منها أن يكون مرة عامين على الأقل على بدء النشاط وأن مبيعات مصنعك السنوية ما تقلش عن مليون جنيه وما تزدش عن 50 مليون جنيه ويكون عندك خطة عمل واضحة وطموحة للنمو وفتح أسواق داخلية وخارجية جديدة وأخيرا بتحقق معدل نمو أرباح ما بين 20 و 25% سنويا تعالوا في البداية نقابل الدكتورة داليا عبدالله مدير دعم تطوير الأعمال في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الـ GIZ ومديرة مشروع ازدهار وهنتعرف منها على المشروع بالكامل والنجاحات اللي حقاها فعلا في قطاع الصناعات الغذائية خليني أبدأ معك الفكرة جات منين؟ حلوة قوي الاسم وحلوة قوي الفكرة وأهدفها نبيلة جدا الفكرة دي جات إزاي؟ احنا الهدف من المشروع أن احنا نقدم دعم للصناعات المصرية بشكل عام لكن احنا كان طبعا عندنا سؤال اللي هو أنهي صناعات الصناعات المصرية متعددة جدا وفيه إمكانية في الدخول في كذا مجال ولكن احنا قلنا أن احنا نركز على القطاعات اللي فيها الأكثر نموة من ناحية التشغيل وندي دعم للشركات اللي شغالة في هذه الصناعة فطبعا القطاع التصناع الغذائي أولا هو قطاع استراتيجي جدا ويعني حتى بيساهم في ناتج المحلي المصري بنسبة قد تصل لأكتر من 11% ممكن نسبة التشغيل فيه ممكن تصل لأكتر 7 مليون عمالة مباشرة وغير مباشرة صدراته تتجاوز 3 أو 2 من 10 مليار دولار صحيح صحيح فهو قطاع لا يمكن التغافل عنه وأهميته فجت من فكرة من كده وبعدين قلنا أنه طبعا مش هلاقي أنه نحن محتاجين نشتغل مع شريك في السوق المصري يقدر نحن نطبق مع الفكرة وطبعا من هنا جت الفكرة أنه نتعامل مع غرفة صناعات الغذائية كشريك نحن بضبط اتحاد الصناعات المصرية ومن هنا جت الفكرة من 2018 حددنا الشروط إزاي للشركات اللي هتتقدم لهذه المبادرة أو المشروع بما أنه قلنا أنه هزين نركز على فكرة النمو فلاقينا أنه طيب بصين على القطاع لقينا أنه متوسط معدلات النمو من سنة للتانية بتتروح ما بين 20 إلى 25% فقلنا أنه في مجموعة من المعايير لازم نحط في الاعتبار أن الشركات اللي هتتخش معنا في البرنامج تكون معدلات النمو بتاعتها برضو متشابهة في ده فتضمن أن الشركات دي فيه أو فيه إمكانية أن هي تكبر بأكبر من كده فاخترنا المعيار الأساسي ده ولكن في نفس الوقت برضو فيه معايير أخرى خاصة بحجم المصنع، حجم العمالة نسبة الإناث والتشغيل فيها التواجد الجغرافي حاولنا برضو أنه نرعي أنه يبقى فيه تواجد الجغرافي في الجمهورية ما يبقاش بس التركيز في القاهرة الكبرى يعني وأنه يبقى فيه فرصة يعني يجب أن نقول إيه؟ متساوية لكل الشركات والمصانع اللي عندها فعلاً قدرة أنها تنمو يبقى عندها فرصة موحدة أنها تقدم وتستفيد من الطعام خليني أسألك السؤال اللي ممكن يجي في المرأة يا حد أنت مش هتدعميني مالياً صح؟ صحية هتدعميني إزاي؟ أي نوع الدعم اللي هيتقدم لك؟ هقول له حريتك حاجة يمكن هو أول شيء بيتطرق لأي حد بيتكلم على دعم فلوس هو بالضبط فلوس بس طبعاً ما حدش يقدر ينكر أهمية الاستثمار المباشر في إيكوتي أو في فلوس ولكن الشركات بتطلب كتير جداً دعم فني يعني هنفترض مثال مثلاً في مصنع بيفكر يبتدي يصدر بس عنده مشكلة في أنه ممكن تكون عنده معرفة قوية بقواعد السلام الغذائية اللي بتدي التصدير أو إيه هي شروط التصدير بشكل عام لكن إحنا لا نخفل أن الجزء التمويل برضو جزء مهمي جداً وشركاته مصنع محتاجاة فعشان كده إحنا بنعتمد على الشراكات مع مقدمي خدمات من الشبكات التعاون اللي إحنا بنتعامل معهم في مجالات سواء تمويل بنكي أو غير بنكي من الاستثمار المباشر التخصيم إحنا دلوقتي دخلين على الدورة الخامسة هنبدأها في أول غصص اللي جاي صحيح؟ صحيح المفروض هتبدأ وننتهي المشروع في 2021 خلينا نقول مرحلة الأرانية هنسيب الناس بعد النجاح ده كله؟ هنسيب الناس بعد النجاح ده كله؟ بس دي مش معناه كده انتهاء الدعم بشكل لكن كالصورة الكلية آه بس احنا الدعم مستمر بأشكال أخرى الدكتورة داليا عبدالله مدير دعم تطوير الأعمال في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الجي آي زد اتخرجت في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الكاهرة وحصلت على الدكتورة في إدارة الأعمال من بولندا وخبرتها في مجال التعاون الدولي ودعم الكطاع الخاص بتمتد لحوالي 16 سنة وهي بالمناسبة انضمت للوكالة الألمانية للتعاون الدولي من حوالي 5 سنين وقبلها اشتغلت 5 سنين في سفارة الدنمارك كمسؤول ملف تطوير الاستثمار الدنمارك المباشر في مصر واربع سنين مع السفيرة العظيمة فايزة بنجا مستشار رئيس الجمهورية وكانت مسؤولة ملف الاتحاد الأوروبي نموذج مشرف فعلا اسألك سؤال غريب شوية لا لا اتفضل اقنعيني انا ليه راجل ناجح انت عطيم في الشرط اللي لازم يكون نمو أرباحي من 20% إلى 25% سنويا طب انا راجل ناجح ايه اللي يجبرني ان انا روح لحد يقيم شغلي وحيساعدني عليه طب ما انا ناجح اه طبعا لانه معايير النجاح طبعا مسألة يعني محتاجة شوية ان احنا نبصلها بطريقة مختلفة حتى لو هو المصنع وهذه الشركة بتنمو بمستوى يعني ايجابي خلينا نقول كده ده لا يعني انه انه هما معندهمش فرصة ان ينمو بشكل عبر خلاص وانه هما معندهمش مشاكل بالعكس انا لو القطاع كله بينمو من 20% إلى 25% فمش بالضرورة طبعا ان المتقدم لبينامج دعم الظهار انه هو بالضرورة يبقى بالزبط بينمو بهذه الدرجة ولكن ده معناه انه عنده مساحة لنمو في هذه النسبة وليحنا بنحاول نساعده انه هو يتعامل مع العوائق الداخلية بنسباله كشركة انه هو يوصل لحتى اكبر من ده فمش معناه انه هو بينجح او بينمو بشكل متصاعد وكويس ده معناه انه هو كل مكاومات نجاح متوفره بالضبط كده بالعكس تاني اقول له حالتك تاني انه هو معناه انه هو عايز يشترك في هذا البرنامج ده معناه انه هو عارف انه فيه احيانا بعض المشاكل وعلى عوائق اللي هو ممكن يكون مش حاطط ايده عليها قوي فلما ييجي استشاري يقوله انت عندك مشكلة في التوريد واضحة جدا عندك مشكلة في نوعية الموردين والروما تيري البتاعتك فيها كذا 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 فممكن تقلب له الموضل خالص او النموذج العمل بتاعه بشكل كبير دلوقتي هنقابل محمود باسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات الغذائية وهو بالمناسبة من القيادات اللي حققت طفرة في غرفة الصناعات الغذائية ونجح في الوصول بخدمتها لقطاع ضخم من مصانع الصناعات الغذائية خليني ابدأ معاك اقولك بنختار الشركات ازاي احنا على عتاب دورة خامسة صح كذا؟ تماما في واحد اغسطس 2020 الافضلية للشركات احنا بنشوف الشركات اللي هي عندها معدلات نمو بنشوف الشركات اللي هي تركيش شوية على الصعيد مصر بنشوف الشركات اللي عندها حجم مبيعات من مليون لغاية خمسين مليون في عدد عمالة بيوصل من خمسين لامتين وخمسين من مليون لخمسين مليون احنا بنستهدف شريحة المشروعات الصغيرة الصغيرة بيتتقدم الشركات بتعمل الاستمارة بتاعة الاشتراك في البرنامج وبيتم مقابلة الشركات وبنتكلم معها على النشاط والمبيعات بتاعتها وبنشوف وضع الشركة عامل ازاي ولو هي قادرة يعني ماشية في المعايير الموضوع بيتم اختيارها وببتدي معها التنفيذ خلي بالكم الافضلية في اختيار الشركات للانضمام لمشروع ازدهار حسب معايير غرفة الصناعات الغذائية هو ان النسبة الاكبر في الشركة من العمالة يكون شباب او اناس او يكون المصنع في الصعيد او الدلتا وبيحافظ على معايير البيئة ده بخلاف الشركات اللي بتسعى لياجاد فرص عمل للفئات الاكثر فكراً في اي مرحلة من مراحل العملية الانتاجية او بتشتغل في مجال يتبع خريطة الاستثمار الصناعي لمصر هل عملتوا حصر قبل كده لعدد الشركات او مصانع الصناعات الغذائية في مصر وعدد المشتركين عندنا وحاولنا نعمل مقارنة وليه الناس دي ما بتشتركش؟ هو احنا يعني القانون الموجود وده قانون من يعني الخمسينات هو بيقول انه اي شركة عندها خط انتاج بيشتغل على الاخذية والمشروبات لازم يكون بحكم القانون عضو في غرفة الصناعات الغذائية وده بناءن عليه احنا عندنا حالياً دلوقتي يعني قعدة البيانات الموجودة في الغرفة حوالي يعني بتوصل 13 الف عضو حالياً 13 الف مصنع مصنع وحالياً دلوقتي طبعاً بيبقى فيه اشتراك موجود في الغرفة اشتراك سنوي ويكون فيه عضوية كنتو قديه الاشتراك لنا؟ الاشتراك بيكون متفاوت يعني هو بيتوقف على الرأس المال الخاص بالشركة وبيتوقف على حجم الشركة اذا كانت شركة صغيرة او متوسطة او كبير ازدهار مشروع رائد فعلاً غير مصار حوالي 100 مصنع للصناعات الغذائية لغاية النهاردة وهدفه مضعفة عدد الشركات المستفيدة مع بداية دورته الخمسة يعني يساعدها بقوة على النمو والنجاح ويضمن وصول منتجتها للسوق المحلي والعالمي بافضل جودة وبسعر منافس وده يضمن لها الانتشار والربحية تشاهدون بعد قليل فاريك الجدعان يلتقي مع اصحاب سبعة شركات صغيرة ومتوسطة استفادت من مشروع ازدهار والذي يهدف الى دعم مصانع الصناعات الغذائية وتصحيح مصارها ومساعدتها على النمو وفتح اسواق جديدة لمنتجاتها والمشاركة في المعارض المحلية والدولية فما هي قصص نجاحها؟